السلام عليكم ناس الخير خوتي اخواتي انتم على قناة جليلا شنال الحياة بفرنسا تحييي لكم ناس الخير فيما تشاهدونا وفيما تتابعونا فيديوهات دينا فيديو ديال اليوم غادي يكون فيديو هو ماشي فيديو الاستفادة وماشي فيديو للأخبار يعني فكرت انه اليوم قلت انني ندير الفيديو على واحد الموضوع اللي شاغل مجموعة ديال المهاجرين هو الموضوع ديال الصفر للبلاد من ما كنتو كتشوفونا سواء كنتو من دول اوروبية هذا الفيديو كذلك تقدروا تشوفو فيه لانه ليس خاص بفرنسا وكذلك من الدول العربية الناس اللي كتشاهدونا واللي كتفهم الدارجة المغربية كذلك تقدروا انكو تشوفو حيث هذا الموضوع هذا قلت انني نتكلم عليه بحيث انه كلنا كي يخصنا هذا الموضوع ديال الصفر يعني باش اننا نمشي والبولدانا واننا تكون عنا واحد لاجازة مؤقتة يعني عطلة ديال الصيف بطبيعة الحال هذا الامر هذا كيفكر فيه اي واحد سواء كان عنده اوراق ولا ما عندهش اوراق بخصوص الناس اللي معها 저後 شاهدوك ودافعين الله يسر لكم اللهم يسر اللهم يسر اللهم يسر اللهم يسر اللهم يسر اللهم آمن ناس الخير هذة الفيديو هذا بالخصوص يعنيكم انتم يعني ان كلنا كمهاجرين ويعنيكم انتم كمتابعين بغيت كلكم فاش تكملوا لا فيديو تسمعه كل شيء كتبوه لنا التعليقات ديالكم ومن خلال الكلام اللي غادي نقول بطبيعة الحال انتوما غادي تعرفوا علامنا راني كنتكلم وكذلك غادي تعتورنا كذلك نستفد منكم حتى انتوما لانه اي واحد كي يدخل كي يقرأ الفيديو كي يقرأ الفيديو راكي يستفد منكم كذلك ومن خلال طريقة تفكيركم وانتوما كيفاش انكو كتصرفوا فاش كتمشوا في العطلة هذا الفيديو هذا لكل مهاجر وغادي نبدأ معاكم بخصوص الفيديو دي اليوم غادي خصوص العطلة الصيفية وانه المهاجر فاش كي يبغي يمشي كي يكون عنده ضغوطات غادي نتكلموا بخصوص انه بطبيعة الحال الناس اللي كتسافر عبر الطائرة والناس اللي كتسافر عبر الباخرة فاش كتبغروا تسافروا عبر الطائرة والباخرة كي يكون اول حاجة كتفكروا فيها هو التامن ديال التذكيره هنا فقط افتح القوس كنت في واحد الفيديو شاركت معكم واتلكم الناس اللي ما كيكونش بمقدورهم انهم يخلصوا المبلغ كامل طائرة ولا الباخرة راح كاين المبلغ يتقسم على اربعة ديال المرات فشي في جست انكو تدخلوا الگوجل وتديروا متناهاً ممثلاً 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 او ممثلا ممثلاً مع او ممثلاً 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 يعطيكم اذا كنتم ما كتعارفوش هادشي شوفوا شواحد الي يعرف انه باش يخدم معكم سوغ انترنت وكيبقى التامن ديال التذكيره سواء الطائرة ولا الباخرة بنفسي التامن يعني ما كتزيد عليكم انتشي حاجة هذي فقط للتسهيل بخصوص الضغوطات اللي كيعيش هالمهاجر قلت انه كيقول خاص اني نشري تمان ديال التذكيره واذا كانت عائلة كبيرة طبيعة الحال كيكون تمان ديال التذكيره اكبر واكتر زائد على اساس انه الناس كتفكر في المصاريف المصاريف ديال الاجازة انتع العطلة زائد المصاريف ديال الكادوات اللي اصبح شرط وغادي انتكلموا في هاد الامور هدي لانها فعلا ضغوطات كيزيدها المهاجر التذكير دياله عزيادة على المشاكل اللي اصلا عنده في الراس ولكن من غادي نقول هاد الشي هذا غادي يعني بغيتكم تشاركوا معنا بتعليقات ديالكم بوحد طريقة اللي هي نقية ومحترمة الناس اللي كتبقى تتكلموا ولا تعاير ولا تقول شي حاجة ماشي مزيانة رغي كتضيع وقتكم راكان سيبريمي وذلك شي كامل غايتكتبوه يعني التوحين ما غادي يقراه والتوحين ما غادي يشوفه صيحي نبدأ معكم بخصوص أن يحاولون عشرين تكون واحدة الفرحاء كان واحدة الحاماس وكل واحد يسافر على حسب الذين يريدون شوفو الوالدين الذين packs per town لكن هذا ries Licht أصلا أصلا الواحد än يريدون يريدون ان يسافر من بلده أمeme نعم في أسفل فرقوة أو أسفل أو أسفل فرقوة أسفل فرقوة أسفل فرقوة يعني كل أحد يملك أسباب كذلك يريد أن يسゴ و بيأتي بأس المناسبا للوطن و هو الذي يجعلك أنك تحتاج في القيام و لمثالك أسفل عطمة بخصوص هذا الأمر يجعل ضغوطات المهاجر نتحدث في شخص قليلا أن تشعر الدكاور أنك تشري لكادو والناس اللي كاتمشي في الطريق ويعني كتاخد الباطو خاصها كذلك المصاريف ديال الطريق الصيار اللي هو البياج وكذلك القزوال وكذلك الوتيل وكذلك المصاريف ديال الأكل كذلك في الستاسيون دو سيرفيس فاش أنهم يعني كي يبقوا يتوقفوا كل مرة زيادة قبل الصفر شوفوا هاتش داء هاتش كله يجب يعني أنه الواحد يدير له الحساب دياله باش أنه يقدر يسافر زائد أنه قبل الصفر خاص أنه الشخص قبل ما يسافر يكون خلص جميع ليشارج دياله بما فيها الكريا لسيرونس القزوال لسيرونس ديال البدار نتعي السيارة لسيرونس المهم أي حاجة تتعلق قبل ليشارج دياله يعني شوفوا المصاريف كيف شرها دائرة ولكن اللي بغيت أنني نبارتاشي هنا معكم بالخصوص بالخصوص ونظر نقول لكم يعني أنه كمهاجرين كين هاد النقطة ديال أنه خاصني نسافر خاصني نشري كدوات هنا قد ندخل لواحد النقطة ولا واحد القاعدة ديال أنه كين مجموعة ديال الناس ولا كانختلفوا على بعضياتنا كانختلفوا على بعضياتنا من ناحية بغيت نشري كدوات من ناحية الجيبية نعم الجيبية ومن ناحية التفكيرية ومن ناحية النفسية من ناحية الجيبية أنني قادر باش نشري كدوات يعني ناس ان مشي نشوفهم ولا يجيوا عندي يشوفوني قادر أنني نشري من ناحية التفكيرية كان الناس أنهم يفكروا بغيين يديوا كدوات وبزاف ولكن ما يناسبهم مش يعني فوق المقدور ديالهم مش يعني أنهم فقارة ولا أنهم ملاقين ما يأكلوا ولا حد كين واحد بعض الاستنتاجات كين يستنتجوها الناس اللي ما كيكونوش عايشين في أوروبا أنهم متال ما عندهم ما يأكلوا ولا رهم ما عندهمش ولا عذا كشيره ما ما جابونش كال لا بالعكس بالعكس ولكن هنا كين ديبونس بززاف يعني المخروج بززاف يعني كتخرج طروة ملوروكات ملورو في الشهر اللي كتكون تقريبا غير ديال الليشارج وديال أشنو تاكل و أشنو تلبس لي كل عائلتك هنا قلنا ناحية الجيبية يعني بمقدورك أنك تشري ناحية تفكيرية كين الناس اللي ما قادرينش أنهم يشريوا يعني كدوات بثاف ولكن كيكلفوا رأسهم وهذا كيكون خاص بك أنت ولا أنت على حسب التفكير ديالكم ولكن بالخصص غدي نقول أنت لأنه صيرت وحنا لفام اللي كانت تكلفوا بهذا الأمر دياله خاصني دي خاصني دي ربما الرجال لك يكون عندهم فقط يعني الهم أنه يخلص التذكيرات وأنه يخلص البياج والغازوال وكل شيء والرجال بلادهم مع أنهم لن تجد قاعدة لأشنو تجيب لي بخاصة تجيب لي شرط لا بد استطروا لي لها لا بد ذاب إحنا ولينا دخلنا في واحد المرحلة اسمتها لا بد ولا شرط مع أنه مش شرط ولا تكلمت حشو ما وما رضيتش مع أنه هاد الحواج هادو إلا ما بدلته مش كقواعد فيكم والله تبقى وطول حياتكم مرادين نفسيين سمعوا معنا على فيديو بخصوص أنه الناس اللي كتقول آه ما عنديش ولكن يكلف نفسي خاصني كيندير كتزيد ضغوطات تفكيرية لرأسها زيادة على المشاكل اللي الواحد عنده هنايا بالنسبة كذلك كان ضغوطات نفسية الناس كذلك لي مقدراش باش تاخد ولا الحالة المادية ديلها تغيرت وكي يبغيوا على أسس أنه خاصني وهديك خاصني كتوقع الناس قبل ما يسافروا كتوقعهم في مشاكل في بيتهم مع الأزواج ديلهم ومع أوليدات ديلهم لأنه دابا حاليا شفنا ولا سمعنا ولا ناس حكاولنا وغادي نعطيكم بعض القيصص اللي الناس يعني قالوهم لي بخصوص مثلا أنك تاخد كادو وأنه الشخص ياخد هذا الكادو ولكن ذلك الكادو كياخده يعني مهم بوحدة الشفاء اللي هي ناقصة يقول لك لا لو كان غير جبتيلية كذا وعلى الجبتيلية كذا يعني انتايا أولا كتهاجر باش أنه تحسن المستوى وكتهاجر أنه طبيعا الحال في النية ديلك أنك تفرح راسك وتسعد راسك وحتى النس اللي معاك ولكن كي يبقى فاش توصل الفترة دياللي فاكنس الشغل الشاغل ديال الإنسان ولي كيزيد له الهم على أساس أنه خاصني ندل كادو لفلان وفلان وعلان وعلان وكسلان وكسلان خاصني أبليجي ندلهم أبليجي وهذاك أبليجي إلا ما تحيداتش يبقى الواحد مريض وإذا أبقت مريض انتا الخاسر ناس اللي كتدولهم متانا ديكادو أني عارفة كلنا هكدا كانت ديو ديكادو الناس اللي كان بغيوهم فعنا كان بغيوهم وكان حسوة كانوا إخوان ولا ماشي إخوان ولا معرفة ولا أصدقاء ولا جيران ولا ولكن فاش توصل لمرحلة أنه هذاك الكادو يستهزئ به كيف ممكن حيث أنه ماشي شرط ماشي شرط هذه الهدية كتكون غير من كما نقوله باش الواحد يبيلك على المحبة أنا إلا مشي تنزور شي واحد أراه والله لا أنتظر منه شيء علاش كي نقوله إحنا يا نفاختي ولا ولا ما لا تسمحوا لي أصلا باش أنني ستنى يعطني شي حاجة ننزور شي واحد لأنني نبغيه وبغيت هذه القلسة وبغيت هذه السرعة الرحيم معاه بغيت هذه القلسة لما تعودش لأنها الدنيا ما عارش أنت شوفوا لما تشوفوش يعني هذه الأحاسيس الزوينة اللي ربما كان فيتقدوها هنا هي اللي كتبغيها يعني هذه القلسة عندك أكثر من أي حاجة ولكن تخرج من عندك الشخص و تقول شوف معطاني والو شوف مدار لي والو شوف جبلية غير هذه شوفوش كي يضحك لي شوف أنا كنت تكلم بلسان بجموعة المهاجرين الناس اللي كتشوفونا خارج أوروبا نحن نقصدو شي واحد فيكم بلكن كنت تكلمو على أشنو كي يوقع للمهاجر الناس رحا فاش تجي كتبغي كم انتوما يعني كتبغي تدخل بيوتكم انتوما فاش تعطيني كادو عن الأمر يعني صبح انه المهاجر دابا ولا كي علي ضغط فعلا فعلا كتبونا 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 مثلا غدي نقول واحد القصة كنت غدي نقولها في الآخر على فيديو لكن مثلا واحد الأخت كانت كتبت لي قاتت لي على أساس انه الأخت ديالها مثلا ما عندهاش وهي سكنت اختها في دارها مثلا يعني سكنتها في دارها ماليك ما عندهاش وقالت لي كل شهر كنت كنه إيقاذ انهم من من المالي ماليه باش نعاونها هي والداتها النهائي فقالت لي كل شهر كل شهر كل شهر كل شهر انحاونها فقالت لي من بعد خانتني الصحى ديالي وحبست الخدمة فقالت لي فش حبس الخدمة ولوحده دابزت مع أياه وعايريتني وقالت لي وعلش لا تستغطي لي وlights إل hakkين قالت لي هيل Sakquez ابقي ثقي تستغطي في داري لماذا؟ لانه المهاجر فاش كيقوم فوق اللازم عليه ولا فوق الحاجة اللي تكلفه طرف الآخر كيحسب له انها شرط ولازمة وبذلك تكون ديك العلاقة انت خاصك لا بد ما تعطيني وخاص لا بد ما تجيب لي وخاص 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 انفوات قطع ديك الحاجة ولا تغير الحالة الصحية ديالك ولا الحالة المادية ديالك ولا مقادر شو لا بطبيعة الحال بنادي مره رهده بالرؤسة والمولك ولا وكيتسلفه وحيث الحالة الاقتصادية تغيرات مش عاد من المواطن اللي هو عادي كييولي هنا الشخص عدو لك اول واحد واول واحد يهضر فيك واول واحد كييقول لك على اسس انه اه مدرت لي شو ما جبت ليش قلت لي لأخت ديالي عائراتني وكاد قللي خاص كترس لي لي قلت لي نزلت البلاد وبغيت على اسس اني باش نقول هصايّ يخرج من الدار ديالي وكاري قلت لي شونو لقيت قلت لي لقيت على اسس انها طالق قلت لي انا كنت كان نرسل لها ونعاونها ونع laws إلها غي ولي داتها عايش معها جايبتوا عايش معها في الدار ديالها يعني في الدار ديال الاخت ليراهنساخنينها في فرنسا قلت لي عايش قلت لي وأنا كنت نرسل كنت نرسل كتنا نحضر عليهم كاملي قلت لي ودابا الاختي يجب أن تخرج اليوم من الدار. شوفوا أنك تحب واحد ولا تساعد واحد ولا تريد تفرح واحد فين كتوصل؟ لماذا؟ لأنه ينفوه كتبين على أنه يلزام علي ندير معك ذاك الشيء ومشروط علي رأي صافي مشيت فيها. هذه القادية التي كنت لكم في البداية حشومة وما أرضيتش أهر حيدوها. قادر على شي حاجة ديرها أو ديرها. ما قادراش ما تديريهاش. كلنا كنغيره في نفسنا مع مرور السنين أشياء. كلنا. كلنا. بحيث أنه كان كتشفه في الآخر شنه هو لش كلك يتضر. انتا ونتي. انتا ونتي لي كتضر لكتضر نفسك. يعني ما غديش شي واحد يحس بك. انتا ونتي لي كتضر نفسك. علش كتضر نفسك لأنه كينحوايج كتبغي تديرهم عن حب ولكن بعض المرات ما قادر لهمش وكتسمى أنك أنت ماشي مزيان. ماذا نخر كذلك اللي بريت أني نشارك معكم في هذا الأمر هذا لي الصفر. الصفر هو مكلف. كنت أخبرتكم في الفيديو الذي قادر لكم فيديو الذي قادر لكم فيديو. واحد السيدة نعقلها الحد الآن. قالت لي أنا يا أربعة عادية لولداتين. خسرنا عشرات المليون يعني ديميلورو فرنساوية. قالت لي ديميلورو. انتيقها. قالت لي كنا نمشوا في البحر ناكلوا على بره كل شي. أخبرتكم في الفيديو كل واحد يقول لي كيف يدوز العطلة. مثلا الناس الذين يقلون في ديورهم يقلون في ديورهم ويقلون في ديورهم. يقلون فقط يخرجونها. يقلون خرجات الطبيعة والبحر. يقولون ربما انهم يدوز العطلة بزار. الناس الذين يمشون ربما انهم يكتشفون المغرب. يقولون الجزائر ولا تونس. يعني كيسافروا في المدن ديال البولدان ديالهم. ربما انهم يدوز العطلة بزار. كل واحد يدبع أنا نأخذ منكم تجارب. وكذلك الناس الذين يدخلون في القراءة يتأخذ منكم. قلوا لنا ما حال تخلصوا في الفيديو كامل. ما حال نقام لكم. يعني قلوا لنا من ناحية الطائرة والباطو. وكذلك من ناحية المصارف الذين يدخلون في هذا الشهر أو في هذا الشهرين. لكي كل شيء يستفيد. حتى الناس الذين ربما لا يكونوا فاهمين. يفهموا بأن الناس الذين يكون هنا. سوف تخسر فعلا فعلا. سوف تخسر فلوس. أريد أن يقول لكم لنا. لكي يستفيدوا مع بعضياتنا. ما أخر أريد أن أقول لكم. لكي كتبت بعض النوقات. لكي لا ننسى لكم. لا تستطيعون أن تشاركوا معنا القصص ديالكم. ترون القصص؟ جاءوني بزرد القصص. القصة التي قلت لكم. مثلا الأخت التي كانت ترسل خطها. أو القصص مثلا سيدة. التي كذلك قالت لي أنها هي والأسرة ديالها. مثلا الزوج ديالها. كأن يمشون البلاد. مثلا قلت لكم. أنا نساعد. يعني نساعد الوالدين ديال. وينساعد أخوتي. يعني بمبالغ. قالت لي هذا العن هذا. مثلا ما خدمتش. قالت لي الزوج ديالي. قال لي خاصني أنني نمشي. قالت لي أنا قلت له. ما نقدرش نمشي. حيث أنه. مثلا الوالدين ديالي. والإخوان ديالي. والأخوات ديالي. يعني المهم. يستناوني. ولا يرعوني. على أساس أنني أنا خاصني نعطيهم. ونقررهم. قالت لي. أنا ما عندي حتى ضروره. ما عندي حتى ضروره. بمعنى أنني واكلة شربة مستورة. يعني. يعني. مقوم نراجلي. ولكن. ما عنديش باش أنني نعطي. قالت لي. هذا. واقع مشكل بينها. وبين الزوج ديالها. على أساس أنه. هو بغيها. باش يمشي. ومجموعين. هي. ما بغيها. باش تمشي. باش أنها. باش مطحش. فهذاك. انت. جيتي. وما أدعى. لا أدعى وأدعى. لا أدعى. لا أدعىCADوات ما أدعى فلوس مني شيء. كيف تجدون في الضغوطة؟ والذي يعيشونها الناس. ولا يعيشون واحد ضغوطة لها. والذي يعيشون فيها فعلا فعلا فعلا. فعلا. ونهيك. أنا يعيش لعاد. على القصص التي كذلك تعرفهم. في توجه لانت تصديقكم. لذاك الناس الخير كتبونا ، يعني ليس كالك ينقام عليكم مريضيز كامل. كتبوا لينا زيادة على الناس والله العظيم غادي عارفة بالكاين منكم اللي غادي تكتبوا لي في التعليق يتقول لي راح نحتحنا منهم الناس اللي كتمشيوا متان وكتاخذوا واحد المبلغ وكتقولوا غادي ندوز به شهر ولا شهرين وكتلقوا ذاك المبلغ مشالك غافي عشرين يوم لثلاثة السيمانات وكتضر انك تسلف باش ترجع نعم هادي كاينة وكاينة وكاينة بزاف اللي بغت نقول لكم وهو انه هاد الفيديو هذا يعني ما كيمس تشيحد وهذا الفيديو بدأ تداولنا فيه واحد الموضوع اللي فعلا كيمس اي مهاجر في المكان كان في الكسونبور كان في فرنسا كان في ايطاليا كان في اسبانيا كان في بريكسر كان في العلمان كان في الدانيمار كان في اي بلاد كان فيها وبغي انه يمشي للبلاد ديال وهذا راه موضوع يعني جاري على الكل فاش تكتبون لنا باش حال كي نقام لكم كذلك يعني الكامل قولوا انه اذا كنتوا تعرفوا شي قصة ولا صلات لكم شي قصة وكذلك حتى كيفاش كتحاولوا انكوا تغيرتوا الطريقة وانكوا بغيين باش تدوزوا يعني العطلة ديالكم هاد الفيديو هذا بطبيعة الحال ما كانقولوش ما تديروش الخير ما كانقولوش ما تشريوش كدوات ما كانقولو انه ما يسمى ما هو تحت قاعدة حشومة ومارضيتش وما كيكونش فعلا هذا كونه هي حشومة هي الحياء الحياء خصي يكون في الموضع دياله اذا كانت هذه الحاجة مدخلش فيها حشومة ومارضيتش ارحيدوها تضروي راسكم اذا كانت هذه الحاجة غادي تكلفك تفكيريا وكتبقى زيدي هالمشاكل اللي عندك وتكلفك نفسيا غير حيدها اذا حيتوها غادي تحسوا راسكم انكوا تخطيطوا واحد الخطوة مزيانة اللي هي انكوا مهم واحد الحاجة اللي هي زوينة باش انكم ما تمردوش راسكم في السين ولكن اعيد اذا قدرتو تساعدو المحتاج ساعدو اذا قدرتو فعلا حيطنا عرف بلي كل شي المهاجرين كيبغوا الخير كل شي كيبغوا الخير لذلك انا كنقول اي مهاجر كيمشي كيكون فيه في قلبه الخير وكيبغي يعاونه كيبغي يساعد ولكن تحت القدرات دياله والطاقة دياله هذا هو اللي بغيت انني يعني يشارك معكم في هذا الفيديو بطبيعة الحال كينكلم كتير ولكن فقط عطيت انه يعني غير كملخص الناس الخير كتبوا لنا وغد نقرأ التعاليق ديالكم ما تنسوناش باللايكات ديالكم وشكرا لكم شوفكم شعال الله فيديو قادم مع استفادات ولا اخبار مع السلامة